قصة المنتل دي انت وانت مسافر بتحتاجها ازاي؟ وانت بتقول ان في حد متخصص في الحتة النفسية دي والتركيز قبل الماتشاط تقلمني عنها هو المنتل بيلعب على حتة باول حاجة انت اول ما بتتعامل مع الدكتور المنتل بيبدأ يتكلم معك في جنرال كده يشوف ايه الحاجات هو بقى بيعرف يشوف دي شغلية هو بقى بيعرف يشوف انت من طريقة كلامك بتخاف مثلا يكلمك عن البطولة فيشوف ردود فعلك يشوف الحاجات دي فهو بيبدأ يشخصك او يهيأ هو بيبدأ يشتغل معك ازاي؟ بعدها جوا المنتخب فيه دكتور متحت شغال معنا في المنتل كان بيقضي يتكلمنا كتير في البطولات ويكلمنا في المعسكرات يقول لنا ازاي نفكر قبل البطولة ازاي ما نشتتش تفكيرنا ازاي نحضر ما بين الماتشاط قاعد افكر في ايه في الراحات ما بين الماتش مسواي بقى الدكتور المنتر اللي انا شغال معاه برى المنتخب دكتور محمد صفي بعد اتكلمه كتير قاوي برى التمرين برى المنتخب هو لايف كوتش نجاني دكتور محمد صفي فمشرط اتكلمه في الرياضة بس ممكن اتكلمه في اي حاجة تانية اه 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 بعد اتكلمه مثلا قابليها بيوم اقولوا انا بفكر في كذا بفكر في كذا في التمرين النهاردة كنت طرع متضايق اه اه كذا فهو الحتة دي مهمة جدا يعني هو الله مهمة جدا كلنا عايزين لك تانية اطلع دي شكل لندن اه ترجمة نانسي قنقر